وفي الجوف أحبطت القوات الحكومية ورجال القبائل هجمات لميليشيا الحوثي صوبا معسكر استراتيجي يقع شمال المحافظة وبحسب مصادر عسكرية شنت ميليشيا الحوثي هجمات عنيفة من عدة اتجاهات صوبا معسكر الخنجر في مدرية خبو الشعف إلا أنها باءت بالفشل وأكدت المصادر صد القوات الحكومية والقبائل هجمات الميليشيات التي استمرت لساعات وتكبيدها خسائر في صفوفها قتلى وجرحة وتدمير آليات تابعة لها وذكرت المصادر وقتلات التحالف شنت بالتزامن غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات وتعزيزات للميليشيات وأكبدتها خسائر كبيرة في العتادي والأرواح وتشهد الجبهات الشمالية والشرقية من محافظة الجوفة معارك عنيفة بين الطرفين دائما ما تتكبد فيها الميليشي الحوتية خسائر كبيرة بشريا وماديا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر